السلام عليكم ورحمة الله احنا النهاردة بعد ما كنا نبارح في سلام الوسعة احنا النهاردة يوم 27 رمضان ايوة وقربنا نودع رمضان كان المصريين عندهم حاجة مهمة جدا جدا بيعملوا حاجة اسمها التوحيش ان هم هيوحشهم رمضان قربنا نودع رمضان وفي الوداع محتاجين نتعلم سلام مهم جدا جدا السلام ده مرتبط بالسلام اللي احنا كنا فيه من بارح احنا كنا في سلام الوسعة وسلام الوسعة لما الدنيا تبقى واسعة يحصل الانسان شراح كده ويحصل له تفاؤل ويحصل له امل وعشان كده احنا النهاردة بنتكلم على سلام الامل سلام عجيب سلام يخلي الانسان يحس بان حياته فيها نفس جديد وكأنه بيتولد من جديد وعشان كده احنا كنا لازم نتكلم عن سلام الامل عشان نتولد من جديد وإحنا قلوبنا بتعيش بالامل في الله سبحانه وتعالى وحده وتبعد عن كل يأس وإحباط ممكن يوقفنا عن السير إلى الله ورؤية الله في كل عمل بنعمله فيتحول كل عمل بنعمله من عادة إلى عمل صالح احنا مش هنسيه بالسير إلى الله بالعكس احنا مليانين بالنور والبركة من سلام الوسع وعشان كده انسعى إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما عندنا من أمل في الله سبحانه وتعالى وتيجي بقى الدراسات وتقول لنا الدراسات النفسية والتربوية بتقول لنا إن الأمل له أثار إيجابية على الفرض في تحسين جودة الحياة وتحمل الضغوط والأمل ومقاومة المشكلات الحياتية وإعطاء معنى جديد للحياة وكمان تحقيق الزات وتنمية السمود النفسي اللي بداخل الإنسان وحاجة غليبة جدا وجده كمان أنه بيساعد على انخفاض عراض الاكتئاب طب ده كله ليه؟ لأن النفس ده وتمن عند الله ده روح جديدة ربنا بثها ونفخها فينا وعشان كده لو نظرنا لحلنا شوية وإحنا بنحاول ندخل جوة نفسنا هنلاقي إن الأمل عندنا بيقلع عشان سبب رئيسي وهو إنك شايف نفسك ومش شايف ربك أنت حاسس إن انت بتعافف في الحياة لوحدك وماشي لوحدك في الحياة بتشوف إن أعمالك هي اللي بتوسلك ولو أسرتي تبقى خلاص مش هتتقبل ولا تتوفق لشيء ولا توصل لأي غاية ولا أي هدف انت عملته رغم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وطمننا إن احنا لازم يكون عندنا أمل والأمل مش متعلق بعملنا لكن متعلق بفضله سبحانه وتعالى فقال على الصالحين اللي فعلا عارفين حقيقة الحياة دي يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سبحانه وتعالى هو اللي علمنا حقيقة الاستبشار وإن الاستبشار دي حقيقة في الحياة استبشار ليه؟ ما وما ينفعش كل الوسع ده ونتعامل معه بديء لازم نتعامل معه ببشر لكن لازم نعرف بها وندعبش شوية وندور شوية عن أسباب قلة الأمل أوقات قلة الأمل بتوصلنا للإحباط واليأس وبتخلينا لو اشتغلنا نشتغل من غير نفس ونبطل نعمل أشياء إجمية ونبطل نبتكر ولا نبطل نتعلم أشياء جديدة وتوقف حياتنا لأن الأمل قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله واجهه ليه قصيدة بديعة هي إذا اجتملت على اليأس القلوب بيقول فيها إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق لما بيها الصدور الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى انكشاف الدر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب يا الله على الكلام وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب فموصول بها فرج قريب يبقى ليه تيأس ليه تيأس والرزق أنا دائما بقول للناس لما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقوكم وما توعدون عشان تعرف إن رزقك بوسع السماء ليه بنيأس بقى وبيقل عندنا الأمل ده سواء اللي لازم نسأله أكتر حاجة بتخلينا نيأس وميقاش عندنا أمل الخوف والقلق من خاف ما نوصلش اللي احنا عايزينه وقلقلينه على النتائج ومن خاف ما نحققش اللي احنا متوقعينه إنه هو يحصل لإننا بنبني عليه سعادتنا فإذا هو ما حصلش مش هنكون سعداء وهنعيش بالغم والهم والكآبة والحزن والديق بنقس كمان وبنقول لنفسنا أنا جربت مرة وفشلت ومش هجرب تاني عشان ما الفشل ما يزدش عندي والفشل ما يتجددش ويتجدد معاه جرحي وقلمي وتقل ثقة بنفسي وازعل للأسف وازعل من ربنا إنه هو ما وفقنيش رغم إننا إن احنا عارفين إن ربنا علمنا إن احنا ما ندعيش ما ندعيش إن احنا بنعلم الغيب ما ندعيش ده أبدا ونقول إيه اللي يحصل في المستقبل لأنه سبحانه وتعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يبقى أنت ما تعملش كده إنت إيش عرفك إنت ليه بتدعي إن خلاص الأمور انتهت ليه بتدعي إن لحظة اليأس اللي عندك دي ولحظة الظلام اللي عندك دي ولحظة الكقابة اللي عندك دي هي تكون مستقبل ليه قررت إن النهاية حصلت مين اللي علمك إن النهاية جات مين اللي علمك إن أنت معندكش رزق مين اللي علمك إن أنت من حقك تعمل كده الله سبحانه وتعالى منعك إن أنت تعمل كده إحنا أوقات بقى بننسى إن إحنا زينا زي الطائر وحظة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نعيش حياة الطائر حياة الطائر في أهم شيء فيها الأمل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطائر تأخذوا خماصا وتروحوا بطانا الحديث ده مهم جدا حديث مركزي في حياتنا لأن الطائر لا يكل ولا يمل ويظل يعيش وولا يملك بين خافقي إلا شيء واحد بس إلا الأمل ما بيخافش يفقده ومعندوش توقع ولا خطة رسمها ما ينفعش عنده إنه يعيش غير وهو عنده أمل في قدر الله وما ينفعش قدر الله يحيد عنها ولا عياذ بالله ما ينفعش إنه يرسم خطة ربنا ويقول له هي دي الخطة الطائر ما بيعملش كده بيطير 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 يطلب رزقه في السماء عشان كده ولذلك رسول الله سلام قال لو توكلتم على الله حق توكلي عشان يفكرك بالطائر هو إيه حقيت الطائر عشان يفكرك إن الطائر ده في السماء بيطير في السماء ولا بيطير على الأرض بيطير في السماء فلما تفتكر الطائر تفتكر إنه رزقك فين تفتكر إنه رزقك في السماء محدش هيوصله فتخليك زي الطائر الطائر اللي هو إذا كان الطائر عنده أمل وما عندوش الوعد اللي هو عندنا فإحنا إزاي إحنا أصلاً نفقد الأمل وإحنا عندنا وعد من الله أنه لن تموت نفسه حتى تستوي فيه رزقها وعجلها عشان كده راضي بالرزق اللي ربنا رزقه للطائر ده وعشان كده ربنا علمنا أن احنا نتعلم منه ونتعلم من الطائر أن احنا نرضى بالرزق الله سبحانه وتعالى اللي عيبعتهن ومش بيستقل نعمة من نعم ربنا المسلم بقى يعيش في حياته زي الطائر ليه جناحين جناح الخوف وجناح الرجاء لذلك بيتزن في طيرانه وفي سيره إلى الله فما ينفعش نعيش بس بالخوف من الله ولا بالرجاء ليه طيب ليه لأن لازم الإنسان عشان يتزن الطائر عشان يتزن لازم يطير بالجناحين يتزن بأنه يبقى عنده الجناحين جناح الخوف والرجاء وقبل كده لازم نفهم معنى الخوف فالخوف مش الرعب ولكن الخوف هو الوجل زي ما سيدنا عليه بن أبي طالب كرم الله واجهه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل أنت بتخاف أن ربنا سبحانه وتعالى ما يرداش عنك وهو ده الخوف الحقيقي فتعمل وتتقرب عشان عندك رجاء في رحمته سبحانه وتعالى وعفو عشان تفضل موصول به سبحانه وتعالى فالخوف خوف من حبيب مش خوف من عدوه وعشان كده الخوف من الحبيب يلجئك إلى الرجاء ورجاءك برضو رجاء في حبيب فحبيبك هو اللي أمنك وقال لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا وإنت عارف إنه بيحب المغفرة إنه هو الغفور الرحيم عشان كده لازم تتخلص من قافة قلة الأمل عشان نعيش بسلام الأمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه اللي احنا نمشي به في طريقنا مع الله لما قال لنا وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هنشوف إزاي يعنيش بسلام الأمل بعد الفاصل لما نرجع ونكلم بالتفصيل إزاي سلام الأمل هيخلينا نسير مع الله بالله لله ولكن دعنا عرفه بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مع سلام الأمل سلام الأمل اللي بيخلينا حسين إن الأمل لازم يفضل لأننا محل النظر محل نظر مولانا سبحانه وتعالى وإحنا ماشيين في طريقنا وعندنا مدد ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا سيروا ونظري يملأ حياتكم بالمدد قال لنا سبحانه وتعالى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فلما تعرف إن حبيبك سبحانه وتعالى نظر إليك يزيد فيك الهمة وتحل فيك البركة وتمشي بمدد الله وبنور الله في طريقك وفي سعيك ومتوقفش أبدا وتحس إن انت في كل لحظة من لحظاتك عندك أمل إن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك موعوده بإيه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذني بماذا بإذني بنوري ببركته بعطائه بودي كريم سبحانه وتعالى وأنا هنا أحب أفكركم بقصة الرجل اللي قتل 99 نفس وكملهم بالمية لما حضت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل فهل لي من توبة فقال لا فقتلوا فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة فقال نعم ومن يحل بيني وبينها قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنا بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا وصل إلى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة إلا ملائكة الأرض اللي هو يروح لها وملائكة العذاب في الأرض السوء اللي هو فيها فقالت ملائكة الرحمة جاء تعيبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمين فجعله بينهم حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فوله فقاسموا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد الأرض الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة حديث منتفق عليه وفي رواية الصحيح فأوحى الله إلى هذه الأرض تباعدي وإلى هذه الأرض تقاربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر لها بشبر شبر القصة دي بتعلمنا حاجة مهمة قوي إنك حتى لو وصلت إلى حد الهلاك لو وصلت إلى حد العلاك ربنا ينجيك ويخرجك من الهلاك لازم تفضل عندك أمل ولازم ربنا سبحانه وتعالى عندك أمل أن ربنا يخرق العادات حتى لو عادت الزنب اللي أنت أدمنته ربنا يخرجك من هذه العادة لازم يفضل عندك أمل لأن الله فعال لما يريد وليه تاني ولأنك عند الله غال زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فالحبيب لا يضيع حبيبه والصانع لا يهلك صنعته يبقى أنت لازم تعرف ده ربنا قال لكل المخلوقات لو خلقتموهم لرحمتموهم خلي عندك أمل وتعالى نعيش مع بعض تجربة الأمل وتعالى نشوف نعمل إيه أول حاجة عشان تعيش تجربة الأمل دي قبل البدء في أي عمل هتعمله استحضر نظر الله لك وابدأ العمل ببسم الله بسم الله يعني إيه أستعينه بالله وهو مددي وهو سندي فلن أعجز ولن يسبني الكسل ولن تضيع عمتي تاني حاجة تعملها عشان تكون من أهل الأمل خطط لأعمالك بشكل جيد وممكن يساعدك في ده أنك تطلب المشهورة من حد ممكن يكون من الخبر كمان ممكن تعمل حاجة تالتة كمان وتكون الحاجة دي مهمة جدا 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 أنت ترتب أولوياتك لأن ترتيبك لأولوياتك حسب الخطة اللي أنت بتعملها هتفتح عليك باب كبير جدا 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 أن أنت تعيش بأمل رابع حاجة ودي شيء مهم جدا جدا أن أنت تتخلص وترأيب نفسك أن أنت تتخلص من التفكير الأسود التفكير الأسود أن بكرة هيبقى زي النهاردة مش حقيقي ده هذا كذب وليزيك اللي لازم تعمل إيه تقول لنفسك كل ما قالت لك أن بكرة هيكون مش أحسن من النهاردة أقول لها يا نفس لا تكذبي فإن اليوم مولود جديد أتى الله به وليس هناك آت من عند الله إلا وفيه بركة ووسع كلم نفسك وعلمها أنها ما تعملش كده عشان تقدر تستمر كمان حاول دايما تدخل في حياتك أشياء تخليك أكثر إقبالا وأكثر سعادة وأكثر بهجة لأن ده تخليك كمان تقبل على الله سبحانه وتعالى وإنت عندك أمل زي أن أنت تذكر الزكريات الحسنة في أوقات الكآبة وأوقات الضيق وما تخليش نفسك تستحي أن أنت تذكر الزكريات الحسنة لأن دوة جزء من قوله تعالى واذكرهم بأيام الله تذكر هذه الزكريات الحسنة وخلي عندك أن هذه الزكريات الله سبحانه وتعالى ما أجراها في حياتك إلا لكي يعيدك بأنه يعطيك أكثر منها وأفضل منها لأنه كريم ووسع ويا سلام لو ختمت الإجراءات دي بأن أنت كل يوم الصبح تبدأ يومك بدعاء سلام الأمل وتحاول أن يكون عندك السلام ده فتقول يا سلام حبب إلي الحياة حتى أجدد إيماني بذلك الحب وافتح علي من الرجاء ما تجعلني أزداد أملا مع كل نفس من أنفاسي فأحيا بذلك الأمل وبذلك الوصل يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا سادة ما تصوروش إحنا بنفرح إزاي في حكاياتكم عن السلام وسلام الأمل ده بالذات هيكون حكاياته مليانة سرور وبهجة وفرح وفتح وتوفيق وسداد حكونا عن تجربتكم مع سلام الأمل على صفحتنا وخلونا دايما على وصال بعد الفاصل عنيرجع تاني لصفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ونقرأ أسئلتكم من المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا وصفحتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل حضراتكم وعنى صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من المباركة وتفضل جسر مفتوح وتفضل دار للنور والبركة نلتقي فيها ونلتلقى كمان تجاربكم اللي بتكلمونا فيها وخاصة لو كلمتونا عن سلام الأمل اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة واللي فتح لنا باب من أبواب الوصل مع الله سبحانه وتعالى وتعالوا نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا وأول سؤال من الأسئلة اللي وصلتنا بيقول السلام عليكم لو سمحت أنا بشتغل في صناعة التماثيل اللي هي دخلة في لعب الأطفال هل ده حرام طبعاً هو بيقول أنا بشتغل في صناعة التماثيل بس إيه أنا اسمها لعب أطفال ولعب الأطفال فيه نص شرعي خاص بلعب الأطفال يجعل لعب الأطفال مباح صناعتها ومشprend ماشيبقى دخلة في قضية التماثيل دي واها نتكلم على قضية التماثيل لما جلنا سؤال في قضية التماثيل اللي احنا بنصنعه في لعب الاطفال ده جائز حتى لو كان في صورة تمثال او شيء من هذا القبيل فهيكون ده جائز جائز دي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فوجدتها بتلعب بافراس لها اجنحة فسألها ما هذه قالتها هذه افراس سليمان يعني دي الخيول بتاعت سيدنا سليمان انها خيول كان لها اجنح فدي افراس ودي اجنحة فبان ان دي لعب فدي لعب اطفال كانت سيدة عائشة في هذا العمر بتلعب بهذا الامر فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بان هذا حرام ولم يقل بان هذا في شرك ولا في مضعاء لخلق الله ولا اي شيء فظهر ان لعب الاطفال انها قائمة على اللعب والامتهان والاشياء دي امتهان هنا مش بمعنى الاهانة لكن امتهان يعني انها بتستخدم استخدام عادي يعني فما يكونش داوت ابدا لعلاقة خالص لا بالعبودية ولا ولا بالتمثيل التي يوضاها بها خلق الله فاذا والعلماء خلاص استقروا عندهم الفتوى ان صناعة ان صناعة لعب الاطفال جائزة حتى لو كانت على صور لمخلوقات فيها روح او شيء من هذا قبيل لان داوتا يكون من قبيل لعب الاطفال اللي اتى الجواز به بهذا الحديث الذي ذكرته فاذا وعليه فيكون عمل حضرتك او حضرتك دا عمل جائز وليس حراما وماله يكون حلالا ان شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول انا يا سيدنا الشيخ مريض امراض مزمنة ربنا اجمع لك بينا تمام العجر والعافية يا رب العالمين ودمور شديد في العضلات وبفطر شهر رمضان بسبب الامراض اخرج فلوس الفدية لاي جهة مستشفيات او جمعيات خيرية ام افراد وشكرا دا جائز ودا جائز بس خلينا نقول ان لازم بس بنأكد على معلومة ان امتى ايكون صاحب المرض المزمن ده هيفطر لما الدكاتر يقول له امتى ايطلع فدية لان ممكن يكون عنده مرض مزمن ولكن درجته هتقل فيصوم بعد كده فاذا كان الدكاتر يقول له في المرض المزمن ده زي المرض اللي عندنا ده مش هيصوم تاني خالص يبقى ايه اللي حاصل يبقى لو كان عنده مرض مزمن وقال له ما ينفعش تصوم تاني خالص هيطلع فدية لان في امراض مزمنة وممكن الانسان يصوم معاه يبقى اذا كان الدكاتر يقول له خالص يبقى ايه يبقى الضغط مرض مزمن والسكر مرض مزمن وفيه درجات من المرضين دولة ممكن للإنسان يصوم منها ولذلك لازم نراجع الطبيب فإذا كان الطبيب قال مش هينفع تصوم تاني خالص هتطلع فيديا والفديا مقدارها 30 جنيه السنة دي يبقى هتطلع فيديا ومقدار الفديا 30 جنيه السنة دي وينفع تطلعها للأفراد ودوت هيكون مباشرة لك أحسن عشان دوت حالتك النفسية وخاصة مع المرض بتاع حضرتك أو لو خرجتها للمستشفيات لو خرجتها للجمعيات اللي بتتلقى الصدقات أو للمستشفيات اللي بتتلقى الصدقات عشان تساهم في إطعام المساكين بس لازم تعرف ان الفديا دي بتروح للأفراد وبتروح للناس عشان تأكل بها فالأفضل انها تروح للأفراد للأفراد انها تأكل بها ويكون ده أفضل إن شاء الله السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم كنت عايزة أسأل لو إنسان كافر ثم تاب وآمن ثم كفر هل تقبل توباته بعد ذلك طبعا السؤال كده في المطلق ده أنا بقلق من الأسئلة اللي زي دي ليه بقلق من الأسئلة اللي زي دي كنت عايزة أسأل لو إنسان كافر ثم تاب وآمن ثم كفر هل تقبل توبته بعد ذلك طبعا تقبل توبته التوبة تقبل إلى أن تصل الروح إلى الغرغر خلاص فهو تقبل توبته تقبل توبته يعني إيه اللي حصل يعني إيه تقبل توبته يعني لو أنه كان كافرا فآمن خلاص يقبل الله سبحانه وتوبته والإسلام يجب ما قبله بس أنا بخاف من فكرة إن هو إن حد يقول لو إنسان كافر إن يكون في حد في معنى من المعاني يحكم على الآخر بإنه كافر وده تشاكل من الأشكال اللي بيحصل من سوق من سوق الفهم الناس للدين إن في حد يقول والله ده فلان ترك الصلاة فهو كافر فتاب وآمن فبعد كده إيه أسلم ثم ما عرفش عمل إيه أو واحد مثلا زي ما بعض الناس يجيوا يقول له واحد مثلا واحد قال والنبي فيقول له خلاص قل لا إله إلا الله عشان ترجع للإسلام الحياة دي لو إن إيه أو إن حد مثلا زار كل الكلام ده بخش ما أخشى إن يكون الكلام ده تماله من هذه الجهة فلذلك أنا لا أحب إن يكون الكلام بهذه الطريقة ولا بهذا الأمر لكن القاعدة بتقول أن الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يقبل توبته وتكون توبته صحيحة مهما حصل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نادى على عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فإذا حصل إنه وتاب وعاد إلى الله إن شاء الله ربنا يقبل توبته يا سيدة إحنا النهاردة اتكلمنا عن سلام من أجل لأنواع السلام اتكلمنا عن سلام الأمل حتى أنا هو بتكلم عنه وأنا لا أستطيع أن أنا أكتم فرحتي وأنا بتكلم عن سلام الأمل سلام الأمل ده وتعني سلام العبد العبد من غير الأمل لا يستطيع أنه يعيش إحنا عايشين لأننا عبيد لأننا عندنا أمل في الله عندنا أمل في الله لأنه قال لنا أليس الله بكافر عبده يا سادة استمروا في سلام الأمل واستمروا في سلام الأمل ولا تنقطع عن سلام الأمل لأن الله سبحانه وتعالى يعطي العباد ويوسع عليهم ويبرك لهم وإحنا دعينا الله سبحانه وتعالى دعاء وإحنا بنتكلم عن سلام الأمل سلام الأمل ده كل ما ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وأجعلنا دائما ونحن في نور وبركة وفي سلام وفتح ونقول لمولانا وإحنا بندعوه يا سلام حبب إلي الحياة حتى أجدد إيماني بذلك الحب وافتح علي من الرجاء ما تجعلني أزداد أملا مع كل نفس من أنفاسي يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلني في أمل على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واسع علي بالأمل واجعلني من أهل حسن العمل يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين